أن الزيارة هي تعظيم لشعائر الله وإحياء لقضية الحسين عليه السلام أن الإمام الحسين عليه السلام أحداف الثورة عنده لا تتحقق بحسب الظاهر التي هي توضيح معالم الدين وكشف الزيف الذي حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله والانحرافات الكبيرة عن الاتجاه الذي أراده الله سبحانه وتعالى لأمة الإسلام أن تتحرك من خلاله هذه القضية المحافظة على معالم الدين وتأكيد محورية أهل البيت وخصوصيتهم في الإسلام هذه القضية ما كانت تتحقق لو أن أبا عبد الله عليه السلام قد قتل وعوم المعاملة الخارج على الخليفة الشرعي وانتهى الأمر وأزلت الستار وأهيل التراب على تلك الأشلاء المقدسة ما كان هذا ليتحقق لولا أن الله سبحانه وتعالى قيض أناس يستحضرون هذه القضية ويعبرون عن هذا الإعلام الشرع الحسين العام في كل موسم في كل فرصة هناك ما يلفت الانتباه لقضية الحسين عليه السلام من خلال هذه حركة الجماهير الحسينية والتفاف حول هذا القبر الشريف هذا ما كان يتحقق إذن هؤلاء الزوار لهم قصط من تحقيق آثار ثورة الحسين عليه السلام يعني هؤلاء شركاء في ثورة الحسين عليه السلام هؤلاء الجنود في هذه الثورة المستمرة وهذه النهضة المستمرة التي تحقق أهدافها بشكل كبير من خلال إحيائها ومن خلال وضوحها في أرجاء العالم فحينما يكون الإنسان له هذا الدور في تحقيق هذه القضية المحورية التي من الواضح جدا أن قضية الإمام الحسين كم لها من خصائص في المحافظة على الدين وفي إبقاء هذا الدين حينما يكون كل زائر بكل خطوة يرفعها ويضعها له أجر عظيم في المشاركة بهذه القضية هذا لا يكون أمرا مستغربا ولا عجيبا هذا شيء طبيعي جدا ترجمة نانسي قنقر